أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أكد على ما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية الصديقة من مستويات متقدمة في ظل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية وتاريخية فاعلة وأشار سموه إلى ما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من تقدم ونماء مستمر على كافة الأصعيدة وخاصة على الصعيدين العسكري والدفاعي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل ملكي وزير شؤون مجلس الوزراء لدى لقاء سموه الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مؤكدا سموه على المكانة والدور الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بالساحة الدولية في تعزيز الأمن والاستقرار بما يسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار وأشار سموه إلى همية موصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في أطار ما يجبعهما من تعاون مشترك لافتا إلى دور الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين في تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتي كان أخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار